علشان كده بقول اكتر حاجة تخليك خاشع وحاسس بنعم الله هو انك ترى الله فإلا امتكن ترى فاغرق في انه يراك وبلاش خالص بلاش لو لقيت حد بيعيط جنبك في الصلاة تبدأ تقول لنفسك انا عايز رزق شبه رزق اللي جنبي زي ما اذا لقيت واحد عايش مش موجوع تقول انا كمان مش عايز ابقى موجوع زي ده لا اقول يا رب ولكن عافيتك اوسع لي اطلب من الله العافية ما تطلبش المقارنة ما تطلبش المقارنة زي ما ما تطلبش اطلب من الله سبحانه وتعالى النور والبركة والفتح والفضل لان ربنا سبحانه وتعالى لا يترك احدا ويتعرف ان انت امشي الى الله سبحانه وتعالى ويسير في الطريق والذي كتبه الله لك لن يخطئك لان الله خبأ لك خبيئة لا تحصل لغيرك فلابد ان تفهم هذا بتوازن ولا تحزن على مفاتك من الامور ولكن ترجو في جميل صفات الله سبحانه وتعالى انه يتجلى عليك بالعطايا بالعطايا التي تليق بكرمه ولو لم تشعر بهذا تكون خرجت من رمضان بايه مش بالمقصود من رمضان المقصود من رمضان ان تكون من اهل الوصل ان انت تكون صاحب وصل بالله لازم تفهم ان المقصود من رمضان فانه لي ان انت تبقى موصول بالله بعد كل اللي احنا قلناه ده هل ممكن نعيش بقى تجربة تجربة ساعدنا على العيش بسلام الغرق في النعم تعالوا نقول مع بعض شوية اجراءات كده يمكن تساعدنا على ان احنا نغرق في نعم الله سبحانه وتعالى اول حاجة اول شيء لازم تعمله انك تتوقف عن المقارنات بين النعم التي منى الله عليك بها ونعم الآخرين ليه طيب لان ده بيعمل ايه يخليك تعمى عن رؤية النعم التي وهبك الله اياه انا عايز اقولكم اذكركم دايما بالبحث ان احنا بنعيش بس 4% من حياتنا 96% بنعيش حياة الاخرين تذكر ان انت لابد ان ترى بنور الله ترى حياتك بنور الله انا اعرف ناس كتيرة ما تعرفش نفسها ما تعرفش النعم اللي عندها وقعدة تسأل ربنا هي فين النعم وهو غارق في النعم عامل بالزبط زي اللي غارق في اليم وبيقول انا عايز اشرب وهو غارق في النعم بس هو محتاج ان هو ايه يشوف النعم دي تاني حاجة تعلم التفرقة بين انواع العبادات بين المندوب والواجب لان هذا اذا لم تفهمه ساجع الحياتك معقدة في بعض الاحيين ان انت تخلي العبادات كلها واجبة عليك فتشق على نفسك فإن اللي حاصل فما تقدرش تعرف ايه الاشياء اللي انت لازم تحرص عليها طول حياتك وما فيش مانع لو فيه اشياء ما كنتش قادر تعملها وتعمل عبادات تانية فابدأ في التعلم ان انت تتعلم وتعلم معنى الهيئة والركن وما الى ذلك عشان ما تتمش بتفاصيل وهناك اولويات في حياتك لازم تتم بها يبقى انت لازم تميز ما بين الاشياء دي عشان تقدر تعرف ايه اركان العبادة زي بالزبط ايه اركان معاملتك مع الله اول ركن من اركان معاملتك مع الله اليقين من ان الله ماذا اليقين من ان الله ودود ان الله رحيم ان حياتك مليئة بالنعم ان الله واسع وان الله قد تجلى على حياتك بالوسع فلازم تتيقم من ده زي ما بتعرف الاركان في الصلاة لازم تعرف ماذا الوصل في الحياة لازم تعرف ده تالت حاجة تأمل كل يوم ثلاث مرات في عبادة سواء في عبادة من عبادات النظر في نعم الله او في عبادة من العبادات زي الصلاة والسوم وما الى ذلك عشان توصل الى جهوهرة وتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى واشكر النعم دي بطرق مختلفة مرة تشكر بانك انت تشارك حد في النعمة دي مرة تشكر بانك انت تتصدق مرة تشكر بانك انت تذكر الناس بنعم الله ومرة تشكر بانك انت تسجد لله خشوعا بهذه النعم وآخر حاجة بقولها لك ربع حاجة بقولها لك ممكن تدعو بهذا الدعاء اللي يشرح صدرك ويساعدك على أن أنت تكون غارقا في نعم الله تقول يا سلام يا مالك كلي جسدي وعقلي وروحي ومهجتي وفؤادي يا من أكرمتني بمعيتك وجعلت عليك وحدك اعتمادي يا من فككتني من كل ما يؤذيني وأمسكتني برحمتك وأمسكت قيادي يا من كسوتني بجميل سترك فدخلت حضرتك بمنتك لا باكتهادي فحاشاني أن أشك في كرمك وفضلك أو أظن أنك تمنع عن فقيرك وضعيفك حنانك ومددك ولكن يا سيدي وغياثي اشتدت حاجتي للطفك وعاجل عطفك فأدركني يا منقذي وخلاصي من لعيب وجعي وقلقي وغمي وبعادي وأغرقني كما عوتني في أنوار جميل ودك وفيوضات فضلك وصليع لطفك حتى أخرج من ساعتي بفؤاد سعيد وقلب بصافي وصالك وليد يا رب العبيد استجب لي يا رب استجب لنا وقعنا يا رب في رضاك ويريد تحكونا عن تجربكم لما تجرقوا في سلام الغرق في نعم الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة